اتبتع حج بسم الله اسمك يا حج انا والد الشهيد شهاب حسن شهاب اتنين وعشرين سنة طلو مترين باكالوريوس كومبيوتر ساينس شهاب اصيب يوم تمانية وعشرين يناير في مدان التحرير امام مسجد عمر مكرم بطال قناري في الرأس وعد اسبوع في المستشفى وربنا قرمنا يوم اربعة اتنين شهاب استشهد ما بين الجمعة يوم تمانية وعشرين يناير ويوم الوفاء اربعة اتنين كان فيه يوم تلات يوم التلات دوت شهاب توفى سبع مساء وبعد ما توفى خطب والدكتور كشف عليه لقى خلاص توفى ننضح الممرضة اسمها حنان تجهز شهاب عشان ينزل تحت وهي بتجهزه شهاب رجع تاني لحياة وعمل كده حنان دي رح تصوتها تخضط الدكتور جه حط عليه الجهاز تاني نرجع لحياة تاني شهاب قلبه اشتغل تاني لغاية يوم الجمعة اربعة اتنين شهاب توفى ده قصة شهاب بكليوروس كمبيوتر ساينس اتنين وعشرين سنة انا عايز اقول ان انا واسق في المجلس الاعلى لقوات المسلحة واسق في القضاء المصري واسق في الدكتور عصام شرف انه حاجبولنا حقنا وعايز اقول لدكتور عصام شرف يا دكتور حضرتك اقوى رجل على القرى الارضية انت الوحيد انت رئيس وزراء مفيش رئيس وزراء في العالم ولا رئيس جمهورية الا ما ليه خصوم حضرتك ملكش خصوم ستة وتمالين مليون مصري بيقيدوك فمعنى كده يا دكتور عصام ان انت ما عندكش اي التزام ادبي مع النزام القديم لو سمحت لو سمحت لو سمحت عايزين حقنا القصاص العادل من جميع الخوانة والقاتلة اللي قاتلوا اولادنا احنا في صورة يا دكتور عصام فلازم تكمل معانا الصورة دي ويا دكتور عصام انا عايز اقول لك حاجة تانية برضو مهمة جدا التاريخ ليه بابين وشخصيت حضرتك دخلتك في باب المجد بتاع التاريخ وإحنا واسقين انك حتكمل فيه للنهاية وحجب لنا حقنا من المجرمين اللي قاتلوا اولادنا وطبعا عارفين ان انت حجب لنا حقنا برضو من الدولة للشهداء والمصابين والمصابين يا دكتور عصام تعبنين جدا 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 اسمك الحاج بقى تليفونك عشان لو حد عايز تتوصل وحتفهم رسالتي يا دكتور عصام لما تشوف عين اولادك تبوس على دماغهم وبصوا في عينهم وحتحس انا بقول لك ايه وانا اسمي حسن عبدو عبد المجيد شهاب تليفوني بصيرو 17-84-945-34 وعايز اواجه رسالة لعالم كله ان مصر هي البلد الوحيدة الاولى في الشرق الاوسط أمراك